السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النهاردة وشاء الله نقول لكم وصفة جميلة جدا إزاي من زبدية والليمونة تقدر أن تتحقق المعادلة الصعبة وينقص وزنك أثناء النوم ولكن عزيز المشاهد لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمرا كن بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد لايك وشيل الفيديو إذا أعجبك زي ما أنتوا شايفين معانا زدية ومعانا ليمونة المعادلة دي هتكون إزاي أولا لازم تنظامي حركة الأكل لازم تنظامي أكلك كل زي ما أنت عايزة مش هنقولك امشي على نظام غذائي أو يوم فري أو عادة معينة لا تقدرين أن تأكل كل حاجة أنت عايزها ولكن باعتدال تأكلها باعتدال لأن الاعتدال من غير الإصراف كمان ويسربنا عز وجل لألك كله أشربه ولا تصرفه كل محتاجينه زبدية ولو ينص ليمونة هيتعصروا عليها كواجب تعاشى أساسية قبل النوم وإن شاء الله بتقدر ينقص وزنك طب إحنا يعود علينا من إيه هعد معاكم أكتر من عشر فوائد للليمون والزبادي مع بعض أول حاجة أن الزبادي بتعمل على تنشط الدهون المهمة للجسم وبتعمل على التخلص من الدهون الضرة تاني حاجة أن الليمون بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من فيتامين سي اللي بيعمل على تنشط عملية الإيد مفيد جدا في حرق الدهون الزائدة في الجسم كمان للقدرة على علاج نزلات البرد المختلفة والحماية من أمراض الصيف الشتاء أو التغيرات الجوية بشكل عام كمان معانا الزبادي والليمون لو إحنا خدناه قبل النوم تعتبر من الوصفات السريعة والسحرية اللي بتعمل على القضاء من الكرش تماما وبتخلصك كمان من الدهون المترق مع سبعض أجزاء الجسم على رأس الأجزاء هلق الأرداف البطن وبالتالي بتساعد على حرق الدهون والتخصيص كمان الزبادي بتحتوي على نسبة عالية جدا من الكالسيوم وده احنا محتاجينه للحفاظ طبعا على صحة العظام وبالتالي بتقدر تحمي نفسك من الإصابة من الهشاشة لو إحنا خدنا الليمون معه الزبادي بتعملي حمي غذائية قبل النوم بتعملك على عملية تخصيص سريعة من غير الإنرجيم من غير نظام غذائية هتمشو عليه من غير أي حاجة كمان الزبادي مع الليمون بيعمل على منح الجسم الشعور بالراحة والتخلص من اضطرابات النوم كمان بيمنح الجسم النشاط في الصباح الباك لو تكلمنا كمان عن الفوائد اللي هي ممكن تستفدي منها من الزبادي ومن الليمون إن بيقوي الجهاز المناعي وبيقلل من مستوى الكوليسترول الدر في الجسم الكوليسترول طول ما هو عالي طول ما انت صحتك في خطر كمان بيحارب الالتهابات التفايلية وبيقلل من خطر الإصابة بمرض السكر وبيقيك من الأمراض القلبية كمان الزبادي مع الليمون بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الفيتامينات على رأسها ب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 12 كمان بتحتوي على بروتين بيساهم في خفض ضغط الدم المرتفع كل اللي احنا محتاجينه ان احنا هناخد زبدية قبل النوم وعليها نص ليمونة هتنزعي طبعا الوش وتقدري ان انت تستخدميها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم هتقدري تحقق المعدلة صعبة وتنقص وزنك أثناء النوم طيب انا واحدة من الناس عايزة اعرف ايهو معدل انقص الوزن الطبيعي في الجسم كيلو ونص كل اسبوع ما يزيدش عن كلا هتمشي طبعا على اكتر من وصفة احنا ان شاء الله في المراحل الجاي انا هحكون حريصة ان انا هنزلكم اكتر من وصفة على الرجيم تقدري تتبعي اللي هي تناسب جسمك وتناسب لان في الزبادي معانا والليمون في ناس عندها مشكلة من الليمون وفي ناس عندها حساسية البروتين فطبعا الوصفة بتاعتنا مش هتقدر انها تفيدهم بقدر كبير لأ هنقدر طبعا ان احنا نشوف لهم اكتر من وصفة وكالعادة في الوصفات بشكل عام ما تمشيش على وصفة معينة لازم ان تتغيري لان الجسم بياخد عليها فبتقل لان هي تبتدي ما تعملش معانا مفعول فيديو بسيط وسهل يا ربي ينال اعجابكم ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسيش باللايك والشير والسبسكريب متابعين الكرام دمتم في حوز الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته